مؤشرات اقتصادية في الخانة الخضراء سجلتها مجمعات عمومية صناعية على غرار مجمع الصناعات الغذائية أغروديف الذي حقق قفزة في النتيجة الصافية بمائة وخمسة بالمئة ليصل إلى أربع فاصل ثمانية مليار كنتيجة صافية إضافة للمجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزة السكك الحديدية الذي حقق هو الآخر نمواً بثلاثة بالمئة برقم أعمال يعادل تسعمائة وخمسين مليون دينار وما كشفت عنه وزارة الصناعة عقب سلسلة من اللقاءات التقييمية لهذه المجمعات التي تعتبر قاطرة الصناعة الجزائرية لما نشوف مجمعات صناعية في الجزائر صحيح ربما ما زال فيها بعض الشركات التابعة للمجمعات وهي تعتبر ربما تشكل ثقة على المجمع لأنه فيها بعض الشركات عاجزة بأنه هذه سياسة المجمعات أدت إلى نتيجة إيجابية اليوم كما ذكر الوزير العديد من المؤشرات هي مؤشرات إيجابية أيضاً النتيج المحققة من طرف المجمعات الصناعية العمومية في سنة إثنان وعشرون عشرون سيجعلها في أريحية مالية ما سيفتح أمامها آفاقاً استثمارية جديدة لتطوير نشاطها وتوسيعه خاصة مع حيازتها على عديد الامتيازات يمكن أيضاً أن هذه المجمعات التي تتميز بميزة أخرى هي الامتيازات الامتيازات التي تعطيها الدولة لهذه التجمعات خاصة الامتيازات الجبائية برامج مكثفة سطرتها المجمعات العمومية الصناعية للسنة الحالية تماشياً والإقلاع الاقتصادي الذي تشهده البلاد من شأنها أن تحول الجزيرة إلى قطب صناعي بامتيازة بشرط اقترانها مع حسن التسيير